سائل يقول ما حكم قول الشفاعة يا محمد أو اللهم شفعني في محمد الشفاعة تطلب من الله يا أخي ما تطلب من أحد لا من الرسول ولا من غيره وهو ميت أما أن يطلب منه يوم القيامة ووحي لا بس نعم الخلق يطلبون منه الشفاعة حينما يطول عليهم الوقوف في المحشر يطلبون من الرسول الشفاعة في أن الله يصرفهم من المحشر إلى الحساب ليستريقوا من خمسين عام وهم قائمون على أقدامهم والشمس فوقهم قريبا منهم قد ارميل عن رؤوسهم فهم في شدة يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله يعني يشفع بمعنى يدعو الله ولذلك يخر صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه ساجداً ويدعو 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 حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع حينئذ يشفع في أهل الموقف أن الله يصرفهم من الموقف الطويل والشديد نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ويقول وما حكم قول اللهم شفعني في محمد شفعني في محمد العكس اللهم شفعه هي محمد أنت شفع المحمد نعم